تقف قلعة حلب شاميخة وسط المدينة القديمة كرمز لتاريخ وحضارة هذه المدينة العريقة التي تمتد لآلاف السنين بعد زيارة القلعة لابد من فنجان من الشاي او القهوة العربية وانت تنظر باب القلعة وتشتم رائحة التاريخ وتستمع للقدود الحلبية في احد المقاهي المقابلة للقلعة هذه المقاهي تعد مكانا مثاليا لعشاق التراث حيث يمكنهم الاستمتاع بتجربة ثقافية مميزة فيها بينما يحافظ اصحابها على عراقتها وطابعها التقليدي كما يمكن للزوار ان يتعرفوا على تاريخ هذه المدينة من خلال الحديث مع اصحاب المقاهي الذين يرون لهم حكايات حلب العتيقة نحن اقدم مقهى موجودة امام باب القلعة ومؤسسين لما كان لاحقا طبعا المقاهي هي منتديات او اماكن تجمعات لتداول الاحاديث وكان ما يعرف كانوا سابقا قبل ظهور التلفزيون وما اتى بعده من تكنولوجيا كان معروفة بقص السيرية سيرة عندر والزير الهلال وابو زيد الهلالي وبعدها تطورت الامور بوجود الشاشات والتلفزيون والمنطقة السياحية وبحاجة يعني لمقاهي اكتر عدد وصار ما شاء الله محيط القلعة كله مقاهي ما لك شايف المنطقة على ازدياد منطقة السياحية يعني عندها خلال القهوة مثلا ما شاء الله يعني 24 دائما متواجدين العالم فيها خصوصا بالسيف ما بسكر طاول عندها أقدم القهوة كافية القلعة من عام 1915 تقريبا يعني قديمي عمره شيء فوق مئة سنة مئة مئة عشر سنين عمره قهوة القلعة هؤلاء هون المنطقة بتختصر تاريخ حلب كله بتختصر يعني تاريخها وحياة الاجتماعية يعني لاني لاني ما امتدت غير لبعد فترة فهي ضمن المنطقة القديمة ضمن المدينة القديمة كان هاي المنطقة هون كان كلها كراسي القش القديمة العريضة هون الصفرون عندك صفرون كان كبارية المنطقة كبارية أهل الحارة يعدوا فيها كلهم يضبطوا قراجيلون ويعدوا قالوا هون قاعدين صفرون يوميا بشكل يومي كلهم الكبار قالوا هون قيمتون بالحارات قالوا هون مثل باب الحارة شلونا لا هيك هم مثل أهاول حوالين القلعة أنه هي بتعطي صورة حلوة وجمالية أول شغلة حوالين القلعة وكويسة أنه للسياح لما بيجوا بيقعدوا فيها رفاهية كذا تخدم مناطق حوالين القلعة يقول زائر لابد من أن تشعر بروح حلب القديمة عند جلوسك في أحد مقاهي القلعة هذه الأماكن المحببة للحلبيين ولجميع زوار المدينة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر